اهلا دكتور مجدي بالمناسبة دية النهاردة احنا في اليوم الدولي للشباب اتناشر ربانيا عشرين اتنين وعشرين وده بيبقى له علاقة بالشباب طبعاً بتول السنوية العامة الموضوع دوت بيهم كل بيت لان مفيش بيت النهاردة يخلو من قريب او ابن في السنوية العامة خلينا نلقي الضوء على ايه هي افضل المجالات الدراسية وافضل الكليات اللي ممكن طلبك السنوية العامة يتوجهوا لها خلال الفترة اللي جاية تدقى لاحتياجات السوق ودي الموضوع اللي هنبدأ بالتالي عنه الفضل اه انا هاخد من سؤالك وهركز اكتر على السؤالي الاولاني وده يعتبر جزء من التخطيط الاستراتيجي بتاع البيت يعني ان عرضه اي فرد او اي ولي امر او اي طالب بيعمل تخطيط استراتيجي بنفسه وممكن يسأل نفس السؤال ده انا يعني اه هعمل ايه في المستخبالي وايه الكل ايه اللي ممكن التحق بيها اللي يتوفر لي اه عمل وعمل باجر مرتفع سواء داخل مصر او خارج مصر عشان ممكن ندخل الموضوع بالتصدير ان احنا يبقى عندنا منتج مصري من الكوادر البشرية اللي ايه بتعمل في مصر وممكن يكون عندها فرصة انها تعمل خارج مصر النهاردة الشباب في مصر عندهم فرص حيلة جدا في مجال التعليم وانا هلقي الضوء على مكانين بالتحديد سواء لو الطالب متفوق وغوي تعليم يركز مع الجامعات الاهلية وانا هلقي نفذة كده عن الجامعات الاهلية ولو الطالب يعني هو الطالب يشوف نفسه او ليه الامر يشوف الطالب عنه لو هو مش ما عندهش شغف بالعلم والجانب الفني عنده اكتر يركز مع الجامعات التكنولوجية والكليات التكنولوجية طيب ما هي الجامعات الاهلية كماعة عشان نكون عندنا فكرة عنها ونقول لي احنا بنبقى دعا بيها هي جامعات غير هادفة للربح تدفع المجلس الاعلى للجامعات يعني ايه غير هادفة للربح يعني فيها مصروفات غير الكليات او الجامعات الحكومية هي بمصروفات وسلمصروف بتاعها بيتصرف على الطالب يعني الولي الامر بيستثمر في ابنه وبيدفع له مصروفات بدل ما يدفع في جامعات خاصة او جامعات دولية مبالغ كبيرة لأ هو بيدفع مبالغ مناسبة جدا انه هو يحصل اخر خالص على منتج فيها جود التعالي طيب ايه هي الجامعات الاهلية اللي اعلنت من حوالي سنة او سنتين تفتحت هتلاقي فيه جامعة الدلالة موجودة في هضبة الدلالة فيها كليات من اول طب اسنان ومعارك طبيعي وفيها حاجات للآي تي وفيها مجالات مختلفة كليات قمة زينا احنا بنقول وفيها عندنا جامعة العالمين جامعة المالك سلمان اعتقد موجودة فيها اكثر من مكان في راسد وفي الطول وفي شرنشير في كل المكان فيها عدد معاين من كليات وفيه قلنا جامعة المنصورة دول اللي اتفتحوا الريدي من حوالي سنتين ودخلهم ناس وفيه جامعات حوالي اكتر من عشر جامعات صادر بهم قرارات اا او يسموها قرارات رئاسية لازم بيصدر ديها قرار اصدار هذي الجامعات صادر في الدجاها ان يبقى اكتر من عشرة او خمستاشر جامعة تانية هتفتح في كافة المحافظات فكل حد عنده طالب متفوت وعايز يتعلم تعليم جاي ان هو يتخرج من الكلية يلاقي فرصة عمل سواء داخل مصر او نصدره برا مصري عندنا علماء برا مصر في مجالات مختلفة انا بنصح في الجامعات الاهلية بتقدم ايه الجامعات الاهلية اولا بتقدم جود التعليم عدد طلاب اقل بتقدم بتقبل بنسبة اقل في التنسيق يعني مش بتاكل اقل في درجات بتقدم بتحويل خمسة في المية بتوفر سكن للطلاب بجوار سكن كندوقي بجوار الجامعة نفسها بجوار الكلية فيهم تأمين صحي تأمين طبي عندهم كمان هنقول ايه تؤامة مع جامعات دولية يعني الطالب بيقدر يحصل على شهادين شهادة من الجامعة الاهلية ده في المصر اللي هي بتدي جود التعليم وهيبقى لها رانج ان شاء الله على مستوى العالم وكمان يبقى بيقدر يحصل على شهادة من جامعة اخرى عاملة تؤامة مع الجامعة الاهلية اللي هي اتقدم بيها بطالب ننصح او هاي سبحر كلية من كليته ننصحها يكون عنده قدرة على انه يدفع مصرفات طيب ننصح اللي معندهش قدرة على انه يدفع المصرفات الق هي bone وهو متفوق يدور على المنح الدراسية اللي بتقدمها هذه الجامعية الجامعات دي بتقدم منح دراسية مجانية ياسأل هل هو مجموعه يأهله نااخد مناحة دراسية مجانية طيب ايه كمان يقدر ياسأل على المنح الدراسية المقدمة من رجال اعمالي يعني انا اسمع ان في جامعة الجلالة فيها منحة مقدمة اسمها منحة ساويرس بيقدم عدد معين من المنحة المجانية للطلبة المتفاوض هل نقدر نعمل قيمة المنح دية ونعرضها على الموقع بقى؟ سهلا ان احنا نعمل هذه القيمة وان بتعملها بحيس ان الناس تبص على الجامعات اللي بتقدم هذه المنحة عن طاقة جامعة الجلالة فيها منحة مقدمة من ساويرس وهنا يريد بدعوا كافة رجال الاعمال مستوى الموريد مصر العربية الغايف من ان في مبادرة على مستوى مصر ان هما كل رجل اعمال عليه حاجة اسمها 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 هما عرفوها كويس ان هما يعملوا منح دراسية للطلبة المتفاوضة بحيس ان انا يبع عندي منتج جيد بيونتجينة في مصر اقدر اما رجل الاعمال يعمل منحة ايه منحة مجانية وما ينتظرش المقابل بتاعه يعملوا للبلد او كمان يقدر يعمل عقد بعض الطالب دوت انه بعد ما يتخرج من الجامعة يشتغل معاه في المجال بتاعه لمدة تلسين او اربع سنين وادمنى مثلا من جهة الدولة زي مثلا وزارة التعليم العالي ما عملت من حوالي سنتين صندوق رعاية المبتكرين والمبدعين يريد يكون عندنا هنا في مصر جهة بطرعة المتفوقين وحتى قصصه قواعد تساعد رجل الاعمال اللي هيصرف على الطالب المتفوق ويعمل له سبونسرينج او يعمل له دعم او رعاية انه يقدر يشتغل معاه سنة او اثنين او ثلاثة ودينا يعني الطرفين هنا كده وين وين ساتيواشن فانا اتصور النصيحة اللي احنا قلناها ان الطالب المتفوق يدور على الجامعات الاهلية هتديله فرصة التعليم اجود بسعر اقل وبياخد قلنا شهادة دولية وبيقدر يلتحف بسوء العمل وبسرعة وبممكتبات عالية سواء داخل مصر او خارج مصر النصيحة التانية اللي اقدر اديها اديها للطالب قلنا ان هو الجانب مش ما عندوش شغل بالتعليم الجانب العملي او الفني اكتر عنده بقوله تدور على طول جنبك على حاجة اسمها الجامعات التكنولوجية الجامعات التكنولوجية دي عبارة عن كليات تكنولوجية هي عن حاجة دولة برضو عمليتها حديثة وبتعممها اتعملت في اكتر من مكان اعتقد موجودة هنا في القاهرة موجودة في برسويف حاجة نجحة جدا للشراكة مع دولة كوري عاملين الجامعات التكنولوجية وفي حاجة تانية اعتقد اللي هي اكتر ثلاث حاجات اتعملت في القاهرة وفي المنوفية وفي بني سويد ودلوقتي بتتعمل في اكتر من عشر او خمستاشر مكان تاني الجامعات التكنولوجية دي يا جماعة بتبقى عبارة عن جامعات بتدي كلية بتدي اربع سنوات ممكن بعد سنتين بتدي دبلوم فوق المتواصل تركيزها انها بتاخد ثمانين في المية منطلابها من التعليم الفني خارجين من التعليم الفني عشرين في المية السنوية عامل بتقبل درجات اعتقد حاجات ستين في المية حاجات زي كده ولكن فيه متحام فدرات لازم يكون عنده لغة كويس كمبيوتر كويس بتعمل برامج يعني هذي الكليات التكنولوجية بتعمل برامج السوق العامل زي مثلا الصناعة والطاقة يعني بيركزوا فيها على طاقة النظيفة سواء طاقة شمسية طاقة رياحة بحيث اللي بيدرس فيها هذي الكليات الكليات التكنولوجية هللاقي فرصة عمل يا جماعة وهو في الكلية يعني وهو في الكلية تأكد تمانك أداء مستعمل ايه نقطة؟ بيديك 60% من وقتك دراسة عملية المصروفات بتاعتها اتصور مقارنة بالعائد اللي هيجيلك منها المصروفات تعتبر مناسبة جداً اعتقد 10 تلاف جنيه في السنة المصروف بتاعها على البلا ما ايه يتخرج يبقى 12 ألف جنيه وبرجأ اقول تاني يا جماعة لو واحد مش قادر على هذه المصروفات يدور على حاجة اسمها منح منح دراسية دي سواء بتقدم من مصنع يكون هذا المصنع بجوار هذه الكلية يشوف بطريقة او باخرى يوصل لهذه المصانع يقول له دي منحة دراسية وانا بعد ما اتخرج هاجه اشتغل معاك لفترة عادة المعام السنين لغاية ما يرأى ان شاء الله اتمنى على جهة من الدولة والحمد للأني دولة الفترات اللي كان سنة للسابقة بتعالج عندنا اي مشكلة بشكل حرفي واحترافي زي ما بيقول زي مثلا معاليدنا فيروس اتعمل حملة وانهينا مشكلة الفيروس التعليم عندنا دلوقتي الدولة بتعمل اللي عليها من ناحية اللي بتوفر مجالات تعليمية تتماشى مع سوء العمل يعني قدر نقول بتربط وتخريج بسوء العمل واندي زي ما اتفقنا اقولنا موضوعين جامعات الاهلية الاجالة للمتفوقين والجامعات التكنولوجية للناس اللي حابين ان هم يشتغلوا اعمال فنية سوء العمل طالبها انا نتكلم عن مجال الاي تي تلاقي مثلا في مجال امن المعلومات مجال الذكاء الاصطناعي مجال كل المجالات دي يا جماعة الخريج بتاعها بيتخرج بياخد مرتب عادي داخل مصر ولو جينا بقى نتكلم خارج مصر هيبقى مرتبات عالية جدا وهنا لو حابنا نربط السؤال التاني اللي هو الناس اللي باعثين يقولوا مجالات التصدير انا نفسي النهاردة يكون مصر دولة مصدرة للأعمال النهاردة لازم يكون فيه هنقول ايه رجال الأعمال تركز على انها تخرج لنا اكبر عدد من المصريين المتعلمين التعليم جاين اللي بيها تتاخد خالص يبقى عندي فاقد في السوق المصري الغلطين احتياجنا من السوق المصري وفي الآخر خالص الفاقد ده يطلع يصدق انا كنا كأصحاب اعمال في الفترات السابقة بنشوف ناس بتستوي